بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقصى هيكون بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وماء للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد إنما بالليل هيكون شديد البرود على أغلب الأنحان كمان فيه النهاردة أمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية أحياناً وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري كمان فيه أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناء وخليج السويس ووسط سينة تمتد خفيفة لمناطق من شمال السعيد تغيير نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وده يكون على فترات متقطعة خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجوة النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك قصة ظالمية وصباح الخير على كل السابق مشاهدين أهلا بيكي وطمانين عن حالة الجو النهاردة وخصوصا أنه خلاص شهر يناير خلص باء الجو الشديد في البرودة بتاعته والانخفاض في درجات الحرارة الشديدة دي خلصت مع شهر يناير ولا هي مكملة معنا هي طبعا لسه مكملة معنا اليوم يمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية مش تمر معنا اليوم حالي بعدم الاستقرار في الأقوان الجوية تأثرنا به المنخفض الجوي اللي بيأثر علينا واللي بدأ تأثيره من يوم الاثنين الماضي ونكمل معنا حتى اليوم الجمعة منخفض جوي في طبقات الجو العليا ده بيعمل على موجود الصحب المنخفضة والمتوسطة وأيضا الصحب الرعادي بالإضافة كمان منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مع كتال هوائية شديدة البرودة ده اللي بيأدي للنخفض كبير في قيم درجات الحرارة بشكل كبير اليوم العظمى على القاهرة الكبرى ومتوقعا هي تكون 16 درجة مقوية خلال فترة النهار فما زالت لأجواء الشتوية الباردة مؤثرة بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد السواحل الشمالية، الوطف البحري القاهرة الكبرى، شمال الصعيد أجواء مائلة للبرودة إلى مائلة للدفء في المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده بيكون فترة النهار خاصة كمان مع وجود بعض أشعة الشمس لكن فترات الجليل مع الغياب التام لأشعة الشمس درجات الحرارة الصغرى منخفضة بشكل كبير أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة ده بيكون في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر بالإضافة كمان السلوب بتتكون أو تتسقط على جبال موسى وجبال فانس كاترين نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة لتحت الصفر بتوصل لاثنين والثلاثة تحت الصفر في مدينة فانس كاترين أو مدينة سيخل بالإضافة مدينة سيخل كمان بتسجل قيم درجات حرارة منخفضة بشكل كبير جداً خلال فترات الليل أيضاً استقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط صينة أو شمال الصعيد أو محافظة الوادي الجديد ناسيجة انخفاض قيم درجات الحرارة في المناطق دي لأن منخفضة درجات وطبعاً خلينا نأكد دايماً أن المدين الجديدة الأماكن المفتوحة الأماكن لا يصطح به بشكل كبير بتحس بالبرود أكتر من المدن الداخلية يعني إحنا لو نقول العظم على القاهرة الكبرى 10 درجات المدن الداخلية هتحسها لو تكن 7 أو 8 درجات أول الأسفة المدن الجديدة هتحسها أقل من القاهرة الكبرى أو المناطق الداخلية في القاهرة الكبرى بالإضافة كمان فرص الأمطار طبعا مستمرة وممكن هي مستمرة كمان من الأمس وأول أمس على المحافظات الزاحلية الساعات الماضية خلال الساعات اللي كان فيه أمطار بشكل غزير على مطروح والأسكندرية لأن متوقع اليوم استمرار الأمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعضية واللي قد يتسقط كمان مع حبات البرد اللي هي الكروات السلجيرة تنزل مع الأمطار على مطروح الأسكندرية البحيرة كفر الشيفة الدقاهلية الضميوت روش سعيد شمال سينة الأمطار هتمتد لمحافظات الداخلية بكمية أقل فتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة جنوب الوكه البحري القاهرة الكبرى مازال فيها فرص سقوط الأمطار اليوم وتمتد خفيفة لبعض الأماكن كمان من شمال السعيد الحمد لله نشاط الرياح بدأ يقل نوعا معه ونشاط نسب الرياح في بعض الأماكن يعني إن شاء الله ده يخلينا نحس أن درجات الحرارة مش منخفضة بالشكل الكبير زي أمس وأول أمس بس طبعا هي قيم درجات الحرارة مازالت منخفضة نشاط رياح على بعض الأماكن ممكن يخلينا نحس ببعض البرودة لكن مش في جميع أماكن الجمهورية ويمكن ده كمان أدى لعتدال الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط بس هنخلي بنا من التعمق داخل البحرين لكن في المجول البحرين مؤهلين لأعمال السيدوي الملاحة البحرية الأجواء الشتوية والشديدة البرودة دي مكملة معنا والمنخفض الجوي ده مكمل معنا لحد إمتى؟ هو طبعا الحمد لله تدريجيا من بكرة السبت هتبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الأستفاع يبدأ يؤثر علينا انتدار مرتفع الجوي فبكده يكون في تحسن في قيم درجات الحرارة تهدأ صراعات رياح بشكل كبير كميات الأمطار كمان هتقل بشكل كبير في المحافظات الساحلية وممكن كمان تتلاشى من بعض المناطق الداخلية فبالتالي تدريجيا مع غدا السبت إن شاء الله هيكون في تحسن تدريجي ونسبي في الأحوال الجوية وكلما تقدمت أكتر في أيام الإسبوع يعني مع الحد والإثنين هيكون فيه مزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية وممكن كمان نلاقي مع يوم الإثنين اللي جاي تفاعات تصيفة ثقية من درجات الحرارة في الفاترة النهار فبالتالي الإسبوع اللي جاي إن شاء الله يكون إسبوع مستقر ودافي بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية لكن طبعا ما زالت الملابس الشتوية الثقيلة مطلوبة خلال الفترة دي وخاصة لو بنخرج فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر المحافظات المعنية أكثر بسقوط الأمطار خاصة السواحل الشمالية لأن احنا بنأكد على مدار إسبوع استمرار الأمطار مهم جدا أثناء سقوط الأمطار نبتعد عن أعمدة الإنارة بشكل كهرباء المباني المتهلكة وطبعا القيادة تكون بهدوء كام ممكن كمان من بكرة ان شاء الله هيكون في عودة لظهور الشبورة المائية بشكل مؤثر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وهتأذي الإنصافات في الرؤية الوقتية فمهم جدا كمان تكون معاها القيادة بهدوء كام فترة الصباح الباكر وشكرك في النهاية شكرا جزيلا لدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوي ودلوتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة نرده ونبدأها بالقاهرة للعزمة فيها 16 والصغرى 9 العاصمة الإدارية 16-7 اسكندرية 16-9 العالمين الجديدة 15-8 ومطروح 15-8 دميات 17-7 بورسعية 18-9 اسماعيلية 18-7 والسويس 17-7 العريش كمان العزمة فيها 17 والصغرى 7 كاترين 9-3 تحت الصفر طابة 15-7 حلايب 19-12 30-20-14 شرم الشيخ 20-12 غرداء 19-10 الفيوم العزمة فيها 16 والصغرى 7 بني سويب 16-6 الوادي الجديد 18-4 وأسيود 17-4 سوهيك 17-5 قناة 17-6 لأسر 18-6 وأخيرا أسوان العزمة فيها 18 والصغرى 8 مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية نروح لمنها محمد نكمل معهم فقراتنا شكرا لكي لهم شكرا لكم شكرا لكم